أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لأم نيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم تزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هلل للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شجيد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هم أم الكتاب وأخر متشافيات فأما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحلة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاب إن الذين كفروا لهم تغني عنهم أموالهم ولنا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأ بأهل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شجيد العقاب قل للذين كفروا ستغلمون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة قل لكم يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعمرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشنوات من النساء والبنين والقلاقير المقنطرة من الذهم والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متنع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأسوأ جنم مطهرة أولي الضال من الله والله مصير للعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصامرين والصادقين والقامدين والمؤنفقين والمستغفرين من الأسحار شهد الله أنه للا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جماؤهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سيع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدروا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصة من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حلقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لمن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دين إما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ورفيت كل نفس ما كسمت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتثل من تشاء بيذك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتوزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقام ويحذركم الله نفسا وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محمر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسا والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله صفى آدم ودوحه وآل إبراهيم وآل عمران على العادمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع عليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعها أنفى والله أعلم بما وضعت وليس الذكرك الأنفى وإني سميتها مريم وإني أعيدها لك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بطبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب أبني من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم إن يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيان صدقا بكلمة من الله وسيده وحسوره ونبيا من الصالحين قال رب أما يكون لي هلام وقد بلغني التبر وامرأتي عاقل قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح للعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يصطفأك وطهرك واصطفأك على نساء العالمين يا مريم كنتي لربك واسجدي وركعي مع الراكعين يا مريم كنتي لربك واسجدي وركعي مع الراكعين يا مريم كنتي لربك واسجدي وركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقوا لأقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يمشرك بكلمة منه اسمه المصيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ولنا الصالحين قالت رب أن يكونني ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشبا إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم لنطين كهيئة الطين فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأمرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم لما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فافتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى لنهب الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله ألمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكر ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني مترفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا واجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فوعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة ومعلق من الناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تررب ثم قال له كن فيكون الحكيم الحك من ربك فلا تكن من الممتلين فمن حاجك فيه من بعض ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم الحكيم ثم نبتهل فنجعل معنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم للمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله حكيم ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا نسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعضه أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حليفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس لإبراهيم من الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وقد الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق من الباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب ما بآمنوا بالذي أنسن على الذين آمنوا وجه النهار واتفروا واتفروا آخرته آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع ذلكم قل إن الهداه لالله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع العليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنقار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه ببإبار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويكونون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إن أمنائك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينفر إليهم إن يوم القيامة ولا يسكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريق يلعون أنسنتهم من كتاب لتحسنوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون عن الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميساق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون نبيه ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرين قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم لنشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يمغون وله أسلم من في السماوات والأرض قوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق والأسباق وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحضنهم مسلمون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحضنهم مسلمون ومن يبدغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم منظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهما ولو افتدانه أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان ححلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حليفا وما كان من المشركين إن أول بيته وضع للناس لالذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخذه كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون لآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغون آعوجا وأنتم شهداء وما الله بخاف من عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرون وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصن بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تبغتن إلا وأنتم مسلمون وأعتصنوا بحمل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إي إخوانا وكنتم على شفاء حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهدنون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعض ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تقيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون لله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدمى وثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثفثوا إلا بحمل من الله وحمل من الناس وبدأوا بخطب من الله وبدأوا بخطب من الله وضربت عليهم المسكنة ضربت عليهم الذلة أينما ثفثوا إلا بحمل من الله وحمل من الناس وثاروا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب لأمة قائمة يتمون آيات الله آلاء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وإنسانعون في الخيرات وأولئك من الصالحين ومن يفعلوا من خير فلن يكفل يكفروه وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب وأولئك أصحاب النائهم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سنون كمثل ريح فيها في آسر أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كما فريح في آسر أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يحلونكم خبالا ودوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد مينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك حبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لكم قالوا آمنا وإذا خنوا عبوا عليكم الأمام من الغيظ وإذا قلوا أموتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئة إن الله بما يعملون محيط وإذ غدرت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سبيعا عليم إذ أم الطماء فثاني منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدَرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ بَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلنا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين بلنا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَقَمَ إِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عَنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِينَ ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس ذك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم قالمون ولله ما في السماء والت وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَاءَ ضَعَفًا مُضَاعَفًا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار الذي أعدت للكافرين وأقيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين على الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسره على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجناتهم تجري من تحقيها الأمهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاكمة المكذبين هذا أبيان لمنس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهما والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبكم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على أعقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتي منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرى فما في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْطَعَ بِكُمْ فَتَنْقَرِبُوا خَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَنْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَى هُمُ النَّارِ وَمَأْوَى هُنَّارِ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتمازعتم في الأمر وعصيف من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أهل والرسول يدعوكم في أخرى فأثابكم غمّا بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خفير بما تعملون أُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْظَمِّ أَمَنَةً وَعَسَنْ يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعين وليبتدي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا إنكم يوم التقى الجمعان إنما استزله الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عف الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما يقتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحييه ويليت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لإنت لهم ولو كنت فضغا غريضا القلوب لنفضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشارعهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل عن الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبيهم أن يخل ومن يخل ليأتي بما يغل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع ربوان الله كمن باء بسخف بمو الله ومأواه جهنم ومئس المصير هم درجات عند الله والله مصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتمو عليهم آيابه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتهم مصيبة قد أصابتهم مثليها وما كنتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم يتقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا نتبع لكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواه ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكلمون الذين قالوا لإخوارهم وقالوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين كتبوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستمشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستمشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستمشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يبيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من نعم ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر معظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخفف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزن كالذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حفظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لنهي يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحزن من الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثمه ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث بنا الطيب وما كان الله ليطيعكم على الغيب ولكن الله يجتبئ من رسله إليه يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتدكوا فلكم أجر معظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاه كل الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شغر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله بيراف السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله ففير ونحن أهليان سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوق وعباب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عين إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يهدينا بقربان تأكله النار قل قد جراءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فإذا قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبونك فقد كذب أرسل من قبلك جاءوا بالبينات والزهر والكتاب المنير كل بنفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فآس وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتملغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشعقوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتعوا به ثمما قليلا فمئس ما يشفرون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتهوا ويحبون أن يحبنوا بما لم يفعلوا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتهوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قيامه وقعوده وعلى الجنوب ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعان فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنفى بعدكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديانهم وأؤذوا في سبيلي وقتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنة تجري من تحتها الأمهار ولأدخلنهم جنة تجري من تحتها الأمهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يهر عنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأوأهم جهنم ومئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنة تجري من تحتها الأمهار خالدين فيها أسنا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سيع الحساب يا أيها الذين آمنوا استروا وصامروا ورابطوا واتقوا الله بعلكم تفلحون